شرفتوني وأبدأ معاك أستاذ ياسر أستاذ ياسر خلينا نتكلم بشكل عام في البداية عن فكرة المصالحة الوطنية في مصر مع الإخوان سواء ما بينهم وما بين الدولة أو ما بينهم وما بين القوى السياسية الأخرى إيه رأي حضرتك فيها؟ طبعا المصالحة الوطنية أو العدلة الانتقالية كلها مصطلحات تتم تدغولها واستعمالها في الدول التي في مراحل الانتقال الديمقراطي بعقب الثورات إلى آخرهم وهي بتقوم في كل دول العالم على ثلاثة أشياء أول شيء على جبر الضرر وكشف الحقيقة وضمان عدم حدوث ما حصل فكل عدلة انتقالية حققت ثلاث أضلع دول الضلع الأول هو كشف دفع الضرر ثم كشف الحقيقة وسن قوانين وأعراف ونظم تحول دون أن تتكرر هذه الأحداث مرة أخرى كلما اقتربت القوى السياسية في داخل مصر أو حتى خارجها من هذه السلسية بتكون فرص نجاح العدلة الانتقالية أفضل سواء كانوا إخوان كانوا لبراليين كانوا اشتراكيين دي المعادلة الدولية لأي عدلة انتقالية بغى أن تقوم بشكل صحيح تؤمن مستقبل البلب بشكل حقيقي ترجمة نانسي قنقر